محور اللقاء الشحري الذي جمع حاكم ولاية السلامات أبد الله إبراحيم صيام مع مندبي مختلف الوزرات بالمنطقة حول حالة الوضع الزرائي لهذا العام مقارنة بالعام الماضي فخلال هذا اللقاء الذي بدأ بكلمة حاكم الولاية والتي ذكر من خلالها الحضور بأهمية اللقاء الدوري الذي سيناقش في كل مرة المواضيع الحامة التي تساحم في تسحيل عمل الإداريين بالمنطقة ومن ثم أعطيت الكلمة لممثل مندوبية وزارة الزراعة بيرا كولا جرال شرح من خلالها بالتفصيل عن الوضع الزراعي بالولاية ووصفه بالمستقر مقارنة بالعام الماضي كما أوضح جرال أنه بالرقم من تدحور خطول الأمطار في خريف هذا العام إلا أن المحاصيل الزراعية حتى الآن مبشرة بخير وفي مداخلته حاكم ولاية السلامات الجنرال أبد الله إبراحيم صيام أشاد بالدور المنطقة الذي تقوم به مندوبية وزارة الزراعة بالولاية في مساعدة وتوجيه المزارعين في العمل الذي يقومون به مناشرا صيام جميع الأطراف الإدارية إلى تنصيق العمل من أجل تحقيق نتائج إيجابية تساحم في تنمية الولاية